اشتركوا في القناة اخفائك التالي نروح للسيستم بريفرانس او الاعزادات ومن ثم نروح لليوزرز اند جروبز وطبعا نفك القفل اللي سنقدر نعدل عليها نكتب باسورد نروح لمستخدم القاستيوزر ونشير الصح من هناك لاحظ اذا حطينا صح راح يقول انابل او انابلد يعني القاستيوزر هذا مفاعل اذا شلنا الصح راح يقول لنا اوف يعني غير مفاعل تمام فكذا لو اعدت التشغيل ما راح يظهر معاكم مستخدم القاست وكذا نكون انتين من شرح الطريقة هذه يعني وتمنى انها تكون عجبتكم ويعطيكم الف عافية